بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحابة اعتموا التسليم اليوم حول الله وقوة رح نتناول الوحدة الثالثة الوحدة ما قبل الأخيرة من منهج ميجا جول 1.1 خاص بصف أول ثانوي الفصل الدراسي الأول مسارات فنقول بسم الله ونفتح هذه الوحدة ونشوف عنوانها what will be will be كلمة will معناها سوف وهي تعني المستقبل إذن حديثنا في هذه الوحدة غالبا سيكون عن المستقبل وما يتعلقه فنبدأ في الجسية الأولى listen and discuss فعندي هنا نقطتين في البداية عندي سؤال read the title اقرأ العنوان a vision of the future what words does it make you think of سواء هذه الكلمة أو عفوا هذا العنوان a vision of the future أو حتى العنوان الرئيسي للوحدة what will be كلها تتكلم عن المستقبل كما اعتدنا مفردات الوحدة كاملة إذن الله في وصل الفيديو بصيغة الورد كذلك حل التمارين راح يتلقون أيضا كذلك بصيغة الورد إذن الله قابل للتعديل وكذلك المستند الخاص بشرح القاعدة سيكون بإذن الله في وصل الفيديو هذا السؤال الأول في البداية التابع لـ listen and discuss موجود عندكم بإذن الله في وصل الفيديو وتم حل هذا السؤال لو شفت السؤال الثاني أو الطلب الثاني read the text يتقرأ النص وهذا النص find the sentences that talk about the future جد الجمل التي تتحدث عن المستقبل and the ones that talk about the past والجمل التي تتحدث عن الماضي هنا تم تحديد هذه الجمل من خلال مستند الويت بورد وهذا هو أمامكم ممكن الطالب يقو في الفيديو ويقوم بتحديد هذه الجمل فهنا تتعلق الماضي هنا تتعلق ما سيحدث في المستقبل وكذلك هنا تتكلم أيضا عن الماضي فممكن يحدد الطالب هذه الجزئيات وهي ما تتكلم عن ما أفضل هي حل الطلب الثاني ننتقل الآن للنص ونشوف قبل من روح للنص الصور الموجودة هنا هنا صورة قديمة جدا للصواريخ قديمة طبعا هناك فكرة أنها راح تكون بهذا الشكل وتنطلق الفضاء أفلام الكرتون فيها نفس الطريقة هنا كأن فضائي ننتقل بعد ذلك للصورة التي تتريها نلاحب وجود مخلوقات بحرية مفترسة كبيرة بث أشكال غريبة طبعا هذا هو الكاتب جوليس بان هنا عندي عدد من الكتب وكل تتكلم عن أشياء قديمة من الأرض إلى السماء باريس في القرن العشرين وغيرها من الأمور في اللحظة هنا كذلك صورة لباريس الحديثة بورج إيفل وغيرها من المعالم الموجودة في فرنسا العنوان نفسه A vision of the future رؤية للمستقبل أو رؤية عن المستقبل فهنا الآن كما واضح من العنوان أني أرى المستقبل التنبأ بما فيه وكلمة التنبأ هي من أهم الكلمات التي من الممكن أن تواجه الطالب في هذه الوحدة كانت نبدأ بسم الله بالاستماع إلى النص بعد ذلك بحول الله قوة راح نقوم بترجمته وفهمه فهم دقيق فنقول بسم الله A Vision of the Future The French writer Jules Verne wrote several books in the late 1800s In them, he wrote about the future He asked What will life be like at the end of the 20th century? 100 years from now In one of his adventure novels From the Earth to the Moon his characters traveled to the moon in a rocket In another novel, 20,000 Leagues Under the Sea his characters dove through the depths of the ocean in a submarine in the shape of a whale In a novel titled Paris in the 20th Century Verne described a city with skyscrapers of glass and steel high-speed trains gas-powered automobiles and a global communications network Space rockets and submarines and other things in his novels didn't exist in Verne's time but many of the inventions that Verne imagined became reality by the end of the 1900s That's why people call Verne a visionary A Vision of the Future The French writer Jules Verne wrote several books in the late 18th century إذن الكاتب الفرنسي Jules Verne كتب أدد من الكتب في أواخر القرن الثامن عشر In them في هذه الكتب He wrote about the future كتب عن المستقبل إذن هو الآن يتنبأ عن ما سيحدث في المستقبل أو يحاول أن ينظر له He asked طبعا طرح السؤال What will life be like at the end of the 20th century? 100 years from now ماذا سيكون شكل الحياة في القرن العشرين بعد 100 عام من الآن؟ إذن هذا هو التساؤل الذي كان يشغل بال Jules Verne In one of his adventure novels في واحدة من روايات المغامرات إذن adventure معناها مغامرات novels معناها روايات إذن واحدة من الروايات الخاصة بالمغامرات أو ذات طابع المغامرات From the earth to the moon من الأرض إلى القمر His characters travel to the moon In a rocket شخصيات هذه الرواية سافروا إلى سطح القمر باستخدام الصواريخ أو باستخدام صاروخ أو مركبة فضائية طبعا المركبة فضائية أو الصواريخ لم تكن موجودة في ذلك الواقص طبعا هي الأجزر أن تسمى Rocket مركبة فضائية In another novel في رواية أخرى 20,000 legals under the sea His characters dove through the depth of the ocean In submarine In the shape of a whale إذن في هذه الرواية شخصياته غاصت في أعماق المحيط من خلال غواصة على شكل حوت طبعا كذلك الغواصات لم تكن موجودة في ذلك الوقت ننتقل للي بعد In a novel titled Paris in the 20th century كذلك في أحد رواياته وباريس في القرن العشرين Then described the city with skyscrapers of glass and steel وصف ناطحات سحاب كبيرة جدا مصنوعة من الفلاذ ومن الزجاج High speed trains وقطارات سريعة Gas powered automobiles وكذلك سيارات مزودة بالغاز أو تعمل بالغاز طبعا اللي هو البنزين And a global communications network وكذلك اتصالات شبكة اتصالات معلوماتية أو عن طريق الانترنت وتكون عالمية هذه الشبكة كل هذه الأمور لم تكن موجودة في ذلك الوقت ولكن الكاتب جوليس بيرن تنبأ بها إذن نعلم أن التنبؤات هذه بالفعل أصبحت حقيقة في هذا اللوقت إذن كانت تنبؤاته بصدق في تلك الفترة كانت مرعبا وعما وتحققها كان أكثر رعبا Space rockets and submarines and other things in his novels didn't exist in Vern's time هذا اللي ذكرته أن العديد من الأمور مثل الغواصة ومثل زي ما ذكر المركبات الفضائية لم تكن موجودة في عهد But many of the inventions that Vern imagined became reality by the end of the 19th century إذن في نهاية القرن التاسع عشر أصبح كل ما تكلم عن Vern من اختراعات أو عفوا من تنبؤات بالمستقل وما سيحدث فيه أصبحت اختراعات على أرض الواقع وأمور موجودة في نهاية القرن التاسع عشر That's why people call Vern a visionary وهذا ما جعل الجميع يسمي Vern visionary ماذا يعني visionary لو عدنا هنا فهو المستبصر البصيرة أو المستبصر الشخص ماذا يرى المستقبل أو يعلم ما في المستقبل طبعا للأمانة كل هذه عبارة عن تنبؤات ولا يعلم الغيب سوى الله سبحانه وتعالى جل في علاه ولا يعلم الغيب سوى إذن هذه كلها عبارة عن تنبؤات للمستقبل هذه هي الجزئية الأولى ننتقل الآن الجزئية التي تليها عندي هنا نرى سيارة قديمة آلة طبعة قديمة كذلك حماصة البريد القديمة هنا غسالة ملابس كذلك قديمة جدا كل هذه القطع ذات عمر قديم جدا فهنا هنا عدد من التعليقات وطبعا موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا توقعات أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1955 أرجع أقول التي هي كلمة مهمة معناها تنبؤ فهل تنبؤتها لأشخاص وتعليقاتهم صحيحة أم خاطئة فهنا مكتوب قم بقراءة التنبؤات الأسفل وجد عدد من الجمل التي تتحدث عن المستقبل كذلك قد يطلب المعلم من الطالب هذا الواجب فهذه هي الجزئيات التي تتكلم عن المستقبل يوقف الطالب الفيديو يقوم بتحديدها بعد ذلك ننتقل بإذن الله إلى نفس الجزئية هذه رح نشغلها مع بعض ونسمعها وبعد ذلك رح أترجم لكم بإذن الله فنقول باسم الله موسيقى موسيقى ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 قريباً ستصبح كل ملحقات والأجهزة التي تستخدم في المطبخ كهربائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فوركوانتي دولار إذن لو استمرت الأمور على ما هي لي ويقصد الآن ارتفاع الأسعار فمن الممكن أن تشتري حاجياتك من البقالة أو الماركت لأسبوع أو ما يكفيك لأسبوع بقيمة أكثر من عشرين دولار وللأمانة هذا هو الواقع حاليا ارتفع كل شيء نجي للتنبؤ الأخير إذن إذا أعفوا لو كانوا يعتقدوني أن رحضت أكثر من 50 سنت عشان أقص شعري أنسى الموضوع ويعتقد أن أسعار قص الشعار وغير من الأمور أو العناية كلها رح تكون رخيصة وستظل رخيصة مستحيلة تغلاء وما رح أدفع أصلا لو غلظة طب هذا التنبؤ خاطئ لأن كل شيء الآن أعيد وأكرر استفعت الأسعار بشكل كبير جدا إذن التنبؤ الأول خاطئ التنبؤ الثاني صحيح التنبؤ الثالث صحيح التنبؤ الرابع صحيح التنبؤ الخامس صحيح التنبؤ الأخير غير صحيح إذن هنا نجي للأخير طبعا هذه معلومة What a dollar bought in 1955 طبعا ما يشتريه الدولار الواحد في عام 1955 Would take about 9.65 to buy in 2020 كان ما يعادل 9.65 دولار في عام 2020 إذن لاعب كرة المضرب يجني في السنة الواحدة 4.5 مليون دولار Today a haircut for a man costs an average of 28 dollars طبعا المتوسط لقص الشعر بالدولار الأمريكي هذه الأيام يكلف ما يقالب 28 دولار أمريكي فهذه هي البيانات اللي استند عليها في الـ predictions في التنبؤات أو ردا على التنبؤات ننتقل بعد ذلك به الشكل المباشر إلى الـ quick check food restaurant مطاعم الوجبات السريعة used car سيارة مستعملة kitchen appliance اللي هو تجهيزات المطابخ أو أدوات المطبخ haircut قصة الشعر ننتقل بعد ذلك إلى الـ exercise B comprehension الفهم أو الاستيعاب market of these predictions came true قم بتحديد أي من هذه الـ predictions التنبؤات أصبح حقيقة came true يعني أصبح حقيقة وواقع وصحيح people will drive gas powered cars سيقود الناس سيارات مزودة بي أو بطاقة الغاز أو ما يسمى بالبنزين هذا التنبؤ صحيح people will live in skyscrapers سيعيش الناس في نطحات السحاب هذا التنبؤ صحيح people will travel to the center of the earth سيسافر الناس إلى وسط الأرض أو إلى سنتر الأرض ونواته طبعا هذا التنبؤ خاطئ لماذا؟ نواته الأرض عبارة عن نار وبركان فلا يستطيع أحد العيش هناك أو الوصول لذلك المكان fast food restaurant will not catch on لن يستمر انتشار مطاعم الوجبات السريعة وستنتهي إذن هذا التنبؤ خاطئ التنبؤ الأخير sports stars will earn more than the president نجوم الرياضات المختلفة سيأتي يوم يجنون طبعا أموال تفوق ما يجني رؤساء الدول طبعا هنا هذا الإجابة صحيحة بعد ذلك هننتقل بشكل مباشر لو شفنا الكتاب نفسه ما أعطاني هنا الpeer work الpeer work موجود في هذه الصفحة نشوف تحت هذه نسخة من كتابكم فنشوف هنا think of one thing we use now فكر في شيء واحد نستخدم هذا الأيام write down some of its features قم بكتابة بعض ميزات هذا الشي think how each of these features may change in 30 to 40 years وفكر كيف ممكن هذا الشيء يختلف أو يتغير في 30 إلى 40 سنة قائمة make predictions قم بكتابة بعض التنبؤات of how people will use it in the year 2050 طبعا التنبؤات اللي راح تكتبع عنيش كيف راح يستخدم الناس هذا الشيء اللي تكلمت عنه في عام 2050 حليت لكم طبعا هنا حاطلك مثال فرضا على سبيل المثال there will not be any more cars ما راح يكون في سيارات people will travel in vehicles that ride through the air راح يستخدم الناس للتنقل عبارة عن مركبات في الهواء أو مركبات طائرة راح نشفناه الآن ننتقل للمستند نفسه وراح نشوفه محلول هنا حليتها لكم اللي هو pair work تكلمت لكم عن أحد الاختراعات أو أحد المواد اللي نستخدم بشكل يومي وكيف راح يكون استخدامنا لها في عام 2050 بعد ذلك ننتقل بيدنا الله اللي الجزئية للأمانة الماتعة جدا اللي هي جزئية لقرامل وإن شاء الله بدنا الله راح تكون سهلة لأنها تتكلم عن المستقبل وراح نتكلم عنه بثلاث نقاط مهمة طبعا مثل ما أنتوا شايفين قسمت القاعدة إلى جزئية الأولى والجزئية الثانية وكذلك الجزئية الثالثة لو في الكتاب نفسه شفنا الجزئية الأولى يقولك هنا future with will or be going to المستقبل باستخدام will وباستخدام be going to وكلها تعني سوفة إذن نتكلم الآن عن المستقبل فنلاحظ هنا أنا قلت لكم من قبل خلونا نركز على كلمة prediction prediction لأنها تنبؤ فبدأ في هذا الجزئية الأولى بالproduction بالتنبؤ لو أنا أبغى أتنبؤ ما هي المواد والأدوات اللي أقدر أستخدمها وأتكلم فيها عن المستقبل ممكن أستخدم will وممكن أستخدم be going to وأعيد وأكرر أنا الآن أتحدث عن تنبؤ تنبؤ ولا أتحدث عن أشياء سأقوم بها في المستقبل هي مجرد تنبؤات فيقول هنا استخدم هذين الأداتين بالتكلم عن المستقبل في الجمل الأفيرماتف الجمل المثبتة ستقوم الكمبيوترات بآداء وظائف عديدة آداء perform إنجاز نيجيتف المنفي منها الكمبيوترات لن يكون لها أي شعور لن تنتلك مشاعر في المستقبل نلاحظ الفعل هنا perform وهب جاني في simple present simple present مبارع بصير نشوف المثال الثاني هذا يتكلم عن be going to people are going to have more free time سيكون للناس طبعاً سوف يكون للناس وقت فراغ أكثر في المستقبل يتكلم الآن عن المستقبل طبعاً be هي فعل الكينونة آم وإز وار حكمها people مجموعة فاستخدمنا are going to have more free time طبعاً going to هي جزئية كاملة ما نقدر نقسمها going to تجي مع بعض أوكي هنا mechanics are not going to control us عفواً machines عفواً machines are not going to control us الأجهزة لن تقو لن سوف لن تتمكن من السيطرة علينا أو التحكم بنا control us أوكي طيب ماذا عن السؤال السؤال جداً بسيط نقوم في be جلب أدوات المستقبل will are طبعاً اللي هو be going to في البداية وبعد ذلك نكمل الجملة will people eat artificial food طبعاً هذا السؤال ننحظ العفواً ال will ثم الفاعل ثم الفعل هناك نفس الشي are we going to travel to other planets هل سنسافر إلى كواكب أخرى are بعدين الفاعل we going to travel to other planets طبعاً نحفظوا طالب التركيب فالإجابات كيف رح تكون أنا الآن زي ما قلت أتكلم عن تنبؤ predictions for i guess so أتوقع ذلك i think so أعتقد ذلك هذا بالنسبة لك أنت وافق طيب أنا ما أوافق وأرفض هذا التنبؤ ممكن أقول i hope not أتمنى أن لا يحدث ذلك i don't think so أنا لا أعتقد ذلك طبعاً هذه كلها زي ما قلنا opinions آراء فقط آراء لأننا نتكلم عن predictions نشوف الجزية هنا we also use well when we decide to do something at the time we are speaking نستخدم كذلك أول حينما نريد أن نتحدث عن قرار اتخذناها الآن وإحنا نتكلم such as for offers or promises مثال ذلك إيش القرارات اللي ممكن نأخذها الآن في اللحظة وفي التوي واللحظة على ما يقولون مثل offers عرض أن يعرض على الشخص أني فرضاً أساعد أو شيء وممكن promises اللي هو الوعود أوكي صار حاجة خلاص أنا أوعدك من يصير كذا وكذا في التول لحظة أخذت هذا العهد على نفسي فعندك مثال هنا we don't have any milk ما عندنا أي حليب إذاً توني فرضاً في تحت ثلاجة حصلتنا ما عندنا حليب هنا قرار لحظي في التول لحظة I will get some from the store الآن سوف أذهب إلى المحل اللي أجلب بعض الحلي فإذن هذا قرار في التول لحظة هذه الجنسية الأولى لو جئنا المستند اللي يشرح لهذه القاعدة هي بنفس المفهوم إذاً المستقبل باستخدام سوف be going to or will وطبعاً هذا الفيوتر with will or be going to نتحدث هنا عن استخدام زمن المستقبل البسيط ومن الممكن استخدام الأداتين هذه be going to will عندما نريد أن نتنبأ بشيء من المتوقع حدوثك ولاحظوا أني حطيت خط تحتها تنبؤ prediction التركيب ما رح يكون صعب موجود عندك هنا وموجود كذلك هنا عندك في الرسم اللي يشرح لك أن هنا النقطة التي وقع فيها الفعل للتوي واللحظة إذن فعل في نفس المكان في الفيوتر will plus verb will نضيف لها الفعل طبعاً في simple present هيا كاتبت لك هنا present simple أو am am is are زائد going to زائد الفعل ونفس الشيء طبعاً هنا عندك الأمثلة في الـ affirmative في الجمل المثبتة هنا عندك في الجمل المنفية هنا عندك في السؤال وطريقة كتابته بعد كذا ننتقل إلى be going to نفس الشيء فعل ثم verb to be اللي هو am is و are اللي هو be going to بعد كذا سوف going to بعدين الverb في present simple فعل المبارع بسيط ونفس الشيء هنا كامل التركيب عندك affirmative والnegative والquestion بنفس الطريقة بعد كذا ننتقل إلى جزئة الثانية في الكتاب عندك الجزئة الثانية هنا جزئية صغيرة ولكن للأمانة شغفها يطول ليه؟ قالك نفس الشيء will و be going to لكن هناك حالة استخدم فيها الwell أو يجوز لاستخدام الwell ولا يجوز فيها استخدام be going to وهناك حالات يجب أن أستخدم be going to وليس من الصحيح أني أستخدم وال يعني هنا في حالة تصح فيها وال وحالة تصح فيها be going to ولا أقدر يعني أبدل ما هي؟ يقولك هنا use be going to to express a plan that is already made or decided إذن لما تجي تستخدم be going to سوف أفعله كذا وكذا لما تستخدم be going to لما تتكلم عن plan plan خطة خطة محددة معدة مسبقا وتم التخطيط لها استخدم be going to ما نتكلم عن prediction لاحظوا اللي هو تنبؤ لا نتكلم عن plan plan خطة فأنا هنا أستخدم be going to ماذا عن will؟ use will to express uncertainty تتكلم عن will أنت لا تتكلم عن مستقبل حاجة راح تسويها ولكن غير متأكد منها مهم جدا أن نعرف الفرق be going to حاجة مخطط لها أنا حط خطة لها a b c خلاص راح أطبق هذه الخطة كاملة أما will أنا أتكلم عن شيء راح أسويه أنا في المستقبل متنبؤ حاجة راح أفعلها something that I will do okay in the future ولكن هنا غير متأكد uncertainty ما في شيء مؤكد هنا لها أداتين ولازم أركز لها أداتين إذا كنت غير متأكد ليه أداتين أقدر أستخدمها عشان أبين هذا الشيء وممكن يستفيد منها الطالب الأداتين اللي هي maybe من الممكن أو من المحتمل إذا كان عندي فرضا جملة فيها فراغات طلب من المعلم أني أختار be going to أو أختار أو أختار will أبحث عن maybe or probably في بعض الأحيان راح أحصل أنها أدوات تساعدني أني أعرف أن الجواب الصحيح هو will وليس be going to لأنه مكتوب من maybe or probably من المحتمل أو من الممكن نشوف هنا what are your vacation plans ما هي خطط إجازتك إيش خطط في الإجازة فنشوف الإجابات الإجابة الأولى تقول I'm going to spend a month in أبهى سوف أمضي شهر في أبهى إذن أنا إيش سويت خطط ومن المحتمل لني حجزت ذاكر السفر من المحتمل لني استخدمت لحد التطبيقات لحجز غرفة في فندق ورتبت أنا أموري إذن هذه خطة لما أقول لك I'm going to spend a month in أبهى أعرف أني أنا متأكد وأنا راح أنجز هذا الشيء لكن لما أقول لك maybe I will go to أبهى من المحتمل أو من الممكن أنني سأمضي شهر في أبهى أو عفوا راح أروح أبهى أو سوف أذهب إلى أبهى هنا أنا ماني متأكد من الموضوع وغير عارف حقيقته إذن أنا مجرد رغبة مني أن يروح أبهى لكن هل سأذهب بالفعل؟ لا maybe من الممكن أوكي هنا شرحت لك إياه بشكل مفصل أكثر في القاعدة الفرق مهم جدا بين will be going to عند الحديث عن المستقبل ويكون في ماذا؟ في التخطيط فلاحظ ول مثل ما قلت لك للحديث عن المستقبل غير المخطط لا أو الحديث طبعا عن القرارات المفاجئة مثل ما قلنا قبل شوية في الجزية الأولى لما قلنا ممكن تتكلم أو تستخدم عقوا will في القرارات المفاجئة decided to do something at the time you are speaking فهذه طبعا شملتها في شرح جزية القاعدة وهي كذلك تتضمان عدم التخطيط المسبق أنا في التول لحظة قررت فرض أني راح يجيب الحليب من البقالة من البقالة اللي أنا ما في عندي في البيت فهو بنفس الطريقة وزي ما قلت لكم أهم الأدوات maybe and particularly والتي تعني من الممكن أو من المحتمل be going to لا هنا أنا أتحدث عن مستقبل مخطط لا لو شفنا عندكم جدول الجدول هذا وضحت لك فيه بتركيب وكذلك وضحت لك في بعض الأمثلة عشان الطالب بإذن الله تكون الصورة عندها أشمل وأوضح فلما نتكلم عن مستقبل تم التخطيط له راح يكون عندي فاعل I وverb to be am وis وare اللي هي فرضا am وgoing to عندي الأدات المستقبل سوف وبعد كذا ما يحتاج حتى أني أكتب الفعل أنا راح يكون في simple present فهنا كاتبت لك I am going to call سارة at 3 p.m سوف أكلم سارة عند الساعة الثالثة إذن أنا أرسلت رسالة SMS أو WhatsApp أو عن طريق أي تطبيق أو حتى email وأخبرت سارة من الساعة الثلاثة راح أتصل عليها إذن أنا الآن أكدت الموضوع لسارة خلونا نشوف المستقبل غير المخطط له وأنا متعمدة الآن نتغل بشكل سريع عندنا subject فاعل وعندي will وبعدين الverb طبعا في simple present هنا نشوف الجملة أوكي I will call سارة in a few minutes حسنا سوف أقوم بالاتصال بسارة بعيد بعد دقائق هنا ليش استخدمت will نفترض مشهد على سبيل المثال أختي كلمتني قالت لي ترى سارة تصلت عليك وتبغيك ضروري على سبيل المثال فراح أقول أوكي I will call سارة in a few minutes خلاص أنا راح أكلم سارة طيب راح أكلم سارة بعد عدة دقائق إذن هنا في التوي واللحوة أخذت قرار للتصال بسارة إذن ما راح أستخدم أوكي I am going to call سارة ما راح أقدر أقول I am going to call سارة ليه؟ لأني الآن أخذت القرار في التوي واللحظة خلونا نشوف المثال الثاني We are going to visit كندا next month راح نسافر لكندا الشهر القادم هنا أنا متأكدة خطت حجز سويت كل شيء نشوف المثال هنا We will probably visit كندا من الممكن أن نسوف نسافر لكندا أوكي He is going to has lunch at noon سوف يأكل غداء في الظهيرة بمعنى هذا الشخص معتاد أن كل ظهر يأخذ غداء أو يأخذ بريك الغداء إذا كان يشتغل ويروح يتغذى نشوف الثاني Maybe he will have lunch now من الممكن أنه سوف يتناول غداء الآن أرجع أقول قرارات للتو واللحظة شيء غير مخطط إذن هذه الجزية الثانية الجزية الثالثة من القاعدة وهي بإذن الله إن شاء الله راح تكون بسيطة جدا بإذن الله تتكلم عن ماذا تتكلم عن future progressive بمعنى مستقبل مستمر مستقبل مستمر كيف يجي مستقبل مستمر المستقبل المستمر أعني فيه أنني أتكلم عن حدث سوف يستمر عندي لوقت معلوم من الزمن في المستقبل إذن حدث راح يأخذ مني وقت في المستقبل أنا أتكلم عنه ما هو بحاجة بتصير في وقت واحد لا شيء بيأخذ مني عدة ساعات عدة أيام أو عدة أشهر أو غير غالبا لـ future progressive ولاحظ فيه وجود ماذا وجود تعابير وقتية لو رجعت للمستند قبل ما أجل الكتاب كما أضدنا في القرآن اللي قبل الزمن هنا يشمل حدث أخذ فترة من الزمن مستمر في المستقبل والتركيب هنا مختلف تماما عن الفعل في الزمن البسيط ولكن أهم أدواته هي بي وكذلك من الممكن استخدام الأداتين بي استخدام الأداتين نشيل هذا الكلام وكذلك استخدام الأداتين اللي هي بي جوينج تو وو طيب هنا ذكرت لك هناك شرط مهم جدا جدا عند استخدام الزمن المستقبل المستمر وهو استخدام تعبير عن الوقت لابد ما ألقى فيه تعبير عن الوقت نشوف في البداية قبل ما نجي للأمثلة خلينا نشوف هنا الرسمة نلاحظ في الرسمة الأولى لما تكلمنا عن المستقبل المستقبل البسيط المستقبل البسيط نلاحظ أن حدث في مكان معين مكان محدد خلاص صار هنا وانتهى لو رحنا لفتر كونتينواز أو فتر لها نفس المعنى اللي هو مستمر لو رح نشوف رح نلاحظ أنه بدأ هنا بعد الحامر بدأ في المستقبل وانتهى في وقت معين كذلك من المستقبل إذن استمر لفترة معينة ونلاحظ التركيب فوق هنا لو سوينا على زوم نلاحظ التركيب نشوف هنا إذن عندي مضاف لها بي طبعا بي رح تنزل نفس ما هي ما رح تتغير هي ما هي فعلة كينونة آم وزة وآر لا هي بي نفسها أوكي وبعدين رح يجيني الفعل مضاف لآي إن جي ليه لأني أتكلم عن بروغرسف ودائما أي زمن بروغرسف أعرف أنك رح تضيف للفعل الرئيسي آي إن جي عيد وكرر أي فعل جيك برزن كنتينووس أو عفوا كنتينووس أو بروغرسف أعرف أنك رح تضيف آي إن جي أي فعل مستمر لازم يكون في آي إن جي هذه أداة أساسية وما نتكلم عن غوينغ لا رح نشوف آي إن جي ثانية ونلاحظ هنا لو استخدمنا ويل رح يكون التركيب ويل بعدين رح تكون بي زي ما هي بعدين فعل مضاف لآي إن جي لو استخدمتنا بي غوينغ تو رح يكون آم وإز وآ واحد منها بعدها غوينغ تو بعدين بي ومن ثم نضيف الفعل مضاف لآي إن جي للتكوين والأمثلة نشاهد الجدول التالي نلاحظ عندي هنا جدول أوكي في البوسيتف فورم الصياغ المثبتة غير المنفية نلاحظ فاعل ثم ويل ثم بي بعدين في آي إن جي طبعاً الفعل مضاف لآي إن جي آي يو هي شي أت وي يو ذي بعدين ويل بعدين بي فرضاً على سبيل المثال starting رح أبدأ مشروعي في هذا الوقت رح أبدأ مشروعي طيب كيف رحم فيها رح يكون عندي subject بعدين will not بعدين بي بعدين الفعل مضاف لآي إن جي إذن بي والفعل المضاف لآي إن جي رح يكونوا مع بعض ما رح يفترقون رح يكونوا مع بعض يوم الباب إذن I will not be starting I will not be starting You will not be starting وهكذا إذن أنت تعرف التركيب ورح نشوف أمثلة تحت طيب ماذا عني النفي عفواً السؤال question form رح يكون will I be starting will I be starting will you be starting وهكذا بنفس التركيب طبعاً هذا التكوين هذا إيش؟ التكوين نشوف الأمثلة طبعاً لكل المواقع اللي أخذت منها هذه الصور موجودة عندكم تحت وممكن ترجعون وتستفيدوا منها للأمانة المواقع هذه غنية بشرحات القواعد وكذلك الصور التوضيحية نرجع لأمثلتنا رح نقول the baby will be sleeping in the afternoon the baby will be sleeping نشوف الفعل مضاف لا ينجي in the afternoon سوف يكون الطفل نائماً في الضهيرة نلاحظ الأفترنون I will be seeing you this time next month نلاحظ كذلك تعبير عن الوقت إذن سوف أكون طبعاً أشاهدك في نفس هذا الوقت من الشهر القادم she will not be watching the news at 8 سوف لن تشاهد الأخبار عند الثامنة she will be traveling around the world this time next week سوف تكون تسافر حول العالم أو مسافرة حول العالم في هذا الوقت من الأسبوع القادم وغيرها من الأمثلة الأمانة لو بنقرأ بيطول علينا الوقت وبإذن الله يعني أنت على مقدرة على قراءة الأمثلة وكذلك شرحها أن ننتقل بعد ذلك لbe going to كذلك نفس الفكرة the same concept أنه يتكلم عن ماذا يتكلم عن المضاعف المستقبل المستمر فكيف راح يكون شكله قلنا آمو الزوار مضاف لها going to ولاحظ بي جابها معاها بعدين المضارع المستمر سوف تكون بانتظارها حينما تصل طائرتها الليلة بدل لك بماذا؟ بطريقة بالسؤال يعني يركب لك هل سوف تكون بانتظارها حينما تصل الليلة؟ الآن جابها لك بالنفي you are not going to be waiting for her when her plan arrives tonight فلن تكون بانتظارها حينما تصل طائرتها الليلة إذن جاب لك بالصيغة الثلاثة بدل لأمانة كل مكان الموضوع أبسط وكل مكان أفضل نرجع للكتاب لو أحب الطالب يرجع للكتاب نفس الشيء كاتب لك هنا use the future progressive استخدم ارتعل أو الزمن عفوان زمن المستقبل المستمر اللي هو well زائد بي زائد present participle for continuous actions in the future للأفعال التي تستمر معنا في المستقبل or use be going to plus be plus present participle أو تستخدم الصيغة الثانية كذلك for actions continuous actions in the future لكن محتاج أن يكرر لك الجملة أوكي فهين شكايل لك at this time tomorrow في نفس هذا الوقت من الغد I will be swimming in the ocean سوف أكون أسبح في المحيط إذن نفس الشيء في تعبير وقتي هنا عندي or I'm going to be swimming in the ocean نفس الفكرة يتستخدم well يتستخدم going to والتركيب طبعاً اللي تكلمنا عننا قبل شوية a week from today أسبوع من الآن I will be relaxing on the beach نفس الشيء أسبوع من الآن سوف أكون استرخي على الشاطئ ونفس الشيء I'm going to by the year three thousand people will be living on the age of one hundred and twenty في عام ثلاثة آلاف سوف يكون الناس أو سوف يتمكن الناس من العيش إلى أعمار تصل إلى مئة وعشرين سنة وهنا السؤال عندك وكذلك طريقة الإجابة عليه وتكوينها أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون القاعدة سهلة وبسيطة وللأمان هي سهلة وبسيطة لو استطاع الطالة فقط المراجعة واستذكارها بشكل فاعل بعد ذلك ننتقل إلى التمارين عند الإكسرسايز الأول a complete the predictions about the future with the correct form of the verb more than one answer is possible أكمل فيما يتعلق بالتنبؤ بالمستقبل وعدد من الصياغ هي صحيحة هذه هي الإجابات يقف الطالب الفيديو ويقوم بحلها بعد ذلك ننتقل للتمرين الذي يليه working groups يقوم الطلاب بالعمل بشكل مجموعات answer this question أجب عن هذا السؤال which of the following do you think people will still be using in 50 years أي من هذه الإختراعات تتوقع أن الناس راح تستمر باستخدامها وتستمر لبعد 50 سنة من الآن فهذه هي الإجابة طبعا تختلف من طالب إلى آخر فيوقف الطالب بالفيديو وقوم بكتابتها بعد ذلك ننتقل إلى التمرين الذي يليه c work with a partner قم بالعمل مع زميلك ask and answer أسأل وأجب which of the following do you think will be sold in the next 50 years أي من هذه الأمور سيتم حلها طبعا يتكلم الآن عن مشاكل التي توقع بيئية فيمكن حلها خلال الخمسين سنة القادمة add your own ideas وأضيف بعض الأفكار التي لديك هنا عطاني مثال وكذلك هنا عطاني عدد من الجمل المساعدة هذه أحد الحلول والأمثلة على الإجابات ننتقل بعد ذلك بشكل مباشر إلى الصفحة التي تليها هي صفحة رقم ثمانين وثلاثين ونلاحظ هنا نفس الشيء Language in Context اللي هو طبعا اللغة في السياق ما تم إجادها في الكتاب التفاعل حلتها لكم اللي اكتب ثلاثة أشياء تريد تغييرها وتحسينها في حياتك قارن أفكارك مع زميلك في الصفحة اللي هي هذه هذه الجزئية هنا فممكن أن الطالب يقوم بحل هذا التمرين من خلال المستند اللي زودتكم به بعد ذلك ننتقل إلى جزئية listening الاستماع listen to the principal's speech at graduation قم بسماع كلمة المسؤول أو المدير المشرف في حفر التخرج and complete the chart about the students past and future وقم بك إكمال هذا الجدول فيما يتعلق بماضي ومستقبل الطلاب المذكور اسماؤهم هنا إبراهيم ستيفن سعيد وجب أطلع لكم الآن النص بإذن الله ورح أن نشغله وبعد ذلك أطلع لكم الإجابات سنقول باسم الله إبراهيم أطلع لكم أطلع لكم أطلع لكم أطلع لكم أطلع لكم طبعا في هذا اليوم الهام بالنسبة لكم جميعا وتكلم عن ماضيهم وتكلم عن مستقبلهم أوكي وكيف ممكن يصرون في المستقبل والتوقعات وغيرها هذه كاملة يقف الطالب الفيديو يقوم بكتابة الحل ننتقل بعد ذلك إلى الجزية التي تليها وهي جزية النطف طبعا هنا تنتبه لك كلمات اللي ما عليها تشديد وطبق فنقول بسم الله نسمع الآن النص ونطبق بإذن الله أ in a century and young and old can cars can fly two nine to five was it was common of cars of the future أوكي بعد سماع النص ننتقل بعد ذلك إلى الجزية التي تليها طبعا الجزية التي تليها لو تلاحظ رح ينقلني على طول على conversation ولكن قبل conversation عندي about you عنك أنت فعندي هنا ستة أسئلة تتعلق عن الطالب نفسه قمت بحد هذه الأسئلة موجودة عندك كذلك في المستند فبإذن الله رح يجد فيها الطالب إن شاء الله المعلومات المفيدة له ويتمكن من حلها بعد ذلك ننتقل إلى جزية conversation find the underlying some of the words you practiced in the pronunciation section قم بإيجاد بعض الكلمات التي تدربت عليها في جزية pronunciation اللي النطب practice reading the conversation in pairs وقم بي تطبيق أو ممارسة أدوار المحادثة مع زميلك في الصف رح نسمع الآن جزيات المحادثة رح نترجمها مع بعض بإذن الله ورح نشوف الريلتوك معنى الريلتوك مهم ورح نحل التمارين التي تليف نقول بسم الله hablando أنت ترجمة Nietzsche و آخر وظة ومتزح و acid انت Charge ٹو المحادثة منحوا يع St iTunes How will the house actually function? When you arrive at the front door you won't need a key. The door will open with a touch of your finger. The system will recognize your fingerprint. What happens after I enter the house? The lights will come on if it's night. The climate control will be activated and surround sound will automatically play your favorite radio station. What special facilities will there be in the kitchen? طيب المحادثة كاملة كانت بين الريبورتر المراسل وكذلك الانجينير المهندس الريبورتر المراسل عندي هنا هل من الممكن أن تخبرنا عن البيوت الذكية المستقبلية أو الخاصة بالمستقبل فقال المهندس هي نوع من المفادات اللي نقول بها نعم ولكن بطريقة قوية إذن بالتأكيد إذن هنا يقول لك البيوت الذكية أو المباني الذكية بنيت على أساس التحكم بشكل كامل بكل ما يتعلق بالمنزل من أمان حرارة البصريات النظام الترفيه وغيرها من الأمور كل هذه الأمور ستجعل من حياة الناس أسهل وأفضل فقال الريبورتر المراسل كيف رح يتم عمل هذا المنزل أو طريقة عمل هذه المنازل أو هذا النوع من المنازل فقال المهندس الإنجينير لما تصل للباب المنزل الأساسي ما رح تحتاج مفتاح رح يفتح الباب بلمسة من أصبعك طبعا هو طبعا ما هو نفس نظام السيارات الذكية اللي يكون الريموت فرضا جيبك وبس تضغط عشان وجود الريموت رح يفتح لك الباب لا بكذا رح تكون السرقات أكثر وأسهل يتطلب قراءة بصمة الأصبع فالجهاز نفسه يمسح بصمة أصبعك مثل نظام أبشر وغيرها والبنوك كذلك يستخدم بصمة الأصبع يمسحها ضوئيا فالريبورتر المراسل قال what happens after I enter the house طيب أوكي وصلت المنزل فتحت بصمة الأصبع ماذا سيحدث حينما أدخل للمنزل فقالها الإنجينير the lights will come on if it's not رح تشتغل عندك الإضاءة لو كان في اللي the client control will be activated كذلك نظام التحكم بالطقس وبجو المنزل رح يتم تشغيله وتفعيله and surround system will automatically play your favorite radio station كذلك النظام الصوتي في المنزل automatically بشكل automatically رح يشغلك محطة المذياع والراديو المفضلة لديك قال الريبورتر what special facilities will there be in the kitchen طيب ماذا عن المرافق أو التجهيزات اللي رح تتميز فيها المطابخ في المنازل الذكية فقال الإنجينير you will be able to call your refrigerator when you are at the supermarket and find out how much milk there is or how many eggs you have left لو بالنسبة للمطبخ فمن الممكن أن تقوم بالاتصال على الثلاجة طبعا فيها نظام مسح ذاتي يمسح لك الأشياء اللي في الثلاجة ويعلمك كم تبقى من كمية الحليب كم تبقى عدد من البيض وغير من الأمور حتى يتمكن الشخص من معرفة ما الذي يحتاج شراء من السوبرماركت طبعا تكلم الريبورتر وقال that's wonderful هذا رائع what about the house work ماذا عن أعمال المنزل المختلفة من كي تنظيف غسيل مسح I hate doing that أي طبعا أنا أكره عمل ذلك فقال الإنجينير the house will come occupied with a robot that will do the cleaning طبعا رح يجي كل منزل معاه روبوت رجل آلي رح يقوم بالتنظيف the washing الغسيل and the cooking وكذلك حتى الطهو فسيقوم بطهي الأطباق اللي تفضلها فقال الريبورتر no kidding بمعنى طبعا احنا نقولها تمزح فهنا to express surprise والتعبير طبعا هنا عن المفاجأة in this case وفي هذه الحالة في هذه المحادثة pleasant surprise مفاجأة رائعة فقال can I buy the robot without the house هل من الممكن أن أشتري الروبوت بدون المنزل يعني فقط أحتاج الروبوت يسويه شغل المنزل اللي أنا فيه حاليا هذه بنسبة للمحادثة نشوف الأسئلة المتعلقة فيها in pairs مجموعات ask and answer the questions قم بالسؤال والإجابة عن هذه الأسئلة then switch rules بعد كذا يتبادل الطلاب الأدوار نشوف السؤال الأول ما هي بعض ميزات المنازل الذكية الإجابة راح تشغل لك كل النظام الإضاءة ونظام الحماية ونظام التدفئة النظام البصري والصوت وكل هذه الأنظمة راح تشغلها المنازل الذكية ما الذي سيحدث حينما يدخل الشخص للمنزل إن أقول لك when someone enters the house حينما يدخل للمنزل the lights will come on at night راح تتشغل الإضاءة في الليل the climbed control will be activated نظام التحكم بالطقس راح يتم تشغيله وتفعيله and the music will play راح تشتغل عندنا الموسيقى what will you be able to do over the phone ما الذي تستطيع عمل لو كنت على الهاتف you will be able to call your refrigerator and find out about the things in it راح تقدر تكلم الثلاجة أو تتصل على الثلاجة وتتواصل معاها وتعرف أشيء لناقصها أو ناقص فيها بالأصحف why is the reporter interested in the robot لماذا بدأ على المناسل الاهتمام بالروبوت the reporter would like a robot to do the cleaning washing and cooking فضله لأنه سيقوم عنه طبعا بالتنظيف والغسيل وكذلك بالظاهر إذن هذه هي الإجابات لو انتقلنا بعد ذلك عندي هذه الجزية غير موجودة في الكتاب التفاعلي هي موجودة عندكم هنا تحت يرتر دورك طبعا ترسم منزل ذكي أو تجيب صورته وتتكلم عنه وأشي الأشياء الموجودة فيه قمت بحل هذا التبرين كذلك لكم هذه صورة لأحد المنازل الذكية والأنظمة اللي فيها تكلمت عنه وهذه ترجمت بالعربي يرجع لها الطالب بإذن الله بعد ذلك ننتقل بشكل مباشر إلى جزئية reading كذلك before reading ما قبل القراءة read the title the Tulsa time capsule كابسولة الوقت في Tulsa what words does it make you think of ما هي الكلمات التي تجعلك تفكر بها لو تقرأ هذا العنوان حليت لكم كذلك هذا التمرين وهذا هو موجود هنا بعد كده عندك السؤال الثاني read the text قم بقراءة النص match a heading to each paragraph قم بإيصال كل عنوان من هذه العنوان بمقطع مناسب له what the car contained ماذا تحتوي السيارة the barrier of a car دفن السيارة 50 years later بعد 50 سنة they live to see it عاشوا ليروها everyone came to the event كلهم جاءوا ليروها هذا الحدث طبعا موجود وتم حلة هنا عندكم في هذه الجزئية هذا هو الحل طبعا عندكم خمسة مقاطع واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة رح أقرب الآن يوقف الطالب الصورة هنا يوقف الطالب الصورة هنا الآن يكتبها طبعا هنا رح تكون b رقم اثنين رح تكون a نكمل يلا بسم الله رقم ثلاثة رح تكون e رقم أربعة رح تكون c ورقم خمسة رح تكون d تمام هذه هي بالنسبة للتمرين ما قبل الأخير طبعا اللي في الوايت بورد فننتقل بعد ذلك إلى نفس القطعة نفس القطعة رح نسمعها الآن مع بعض رح نترجمها بشكل بسيط ما رح نتعمق فيه عشان الوقت وقت الفيديو فنقول بسم الله ترجمة نفسي ترجمة نفسي 50 years' time, this car will be unearthed to show the world who we were and how we lived in Tulsa in 1957. The automobile contained a flag, a city phone directory, an unpaid parking ticket, and the contents of a woman's purse, bobby pins, a lady's powder compact, a plastic rain cap, several combs, a tube of lipstick, a pack of gum, a wad of tissues, $2.73 in bills and coins. Five gallons of gas were also included in case the combustion engine became obsolete by 2007 and no fuel was available. The event attracted all sorts of people to Denver Avenue that day in 1957. Some thought that the idea of burying a new car was dumb. Others thought it was brilliant. Raffle tickets for the car were sold. The person to guess the approximate population of Tulsa in 2007 would win. I'll never be alive, said Teddy Baxter, aged six. Sure you will, answered his brother Henry, who was 19. I might not be, but you'll be around for sure. Gene McDaniel, who was 20 at the time, thought, In 2007, I'll be 70. I'll never make it. The Plymouth was wrapped in protective materials and lowered into a concrete vault, which was supposed to withstand even a nuclear attack. It lay there for 50 years. On June 13, 2007, the vault was opened and the car was raised as thousands of people watched. The organizer of the event said, Ladies and gentlemen, I present you Miss Belvedere. Unfortunately, the tomb was unable to protect the car from moisture and the vintage vehicle was covered in rust. The contents of a typical woman's handbag in the glove compartment looked like a lump of rotted leather. The microfilm that recorded the names of the contestants wasn't found. There was a bit of disappointment that the items were not in better condition. However, some items inside the time capsule were in good shape. They included a U.S. flag and some historical documents, such as aerial maps of the city and postcards. The good news is that when the Belvedere was unearthed, Teddy and Gene were still alive. They never thought they would be here to see it happen. Someone present said, It's our King Tut's tomb. It's like a fairy tale. Okay, بعد سماع المقطع, ذكر لي هنا كبسولة الزمن في طولسا. طبعاً طولسا هي أحد الولايات في أمريكا أو أحد المدن تابعة لولاية في أمريكا. هنا a crowd of people gathered outside the courthouse in Tulsa, Oklahoma in June 1957 to witness the burial of an unusual time capsule. في عام 1957 اجتمع الناس في أمريكا في منطقة طولسا حتى يشهدوا دفن كبسولة زمنية غير معتادة. طبعاً هذه أحد نوع السيارات. The city leaders explained طبعاً قال عمدة المدينة. In exactly 50 years time. بعد خمسين سنة, this car will be on earth to show the world who we are and how we live in Tulsa in 1957. راح تطلع السيارة بعد خمسين سنة عشان تخبر الناس من نحن وكيف كنا نعيش في ذلك الزمن. طبعاً دفن السيارة هنا زي ما قلت لكم تضمن عدد من الأمور محتويات طبعاً دفتر الهواتف محتويات شنطة سيدة من روج وطبعاً دبوس شعر عدد من النقود علبة بنزين وغيرها من الأمور. كذلك هنا يقول لك طبعاً طبعاً كثير من الناس في عام 1957 تجمعوا عشان يشهدون هذا الحدث النادر. كذلك كان اخراج السيارة في عام 2007. البعضهم ما كان يتوقع أنه ممكن يعيش إلا أن يشهد هذا الحدث فنشوف هنا ما راح أكون حي. هذه طبعاً جملة بعض الناس اللي كانوا حاضرين ندفن هذه السيارة. بعضهم قال بالتأكيد راح تكون موجود فيردون على بعض. ما راح أكون موجود ويمكن تكون موجود أنت طبعاً يتكلمون عن صغار السن. لكن كان الحدث للأمانة حدث مهول جداً لو تكتب بس The Tulsa Time Capsule في اليوتيوب. راح يطلع لك فيديوهات حقيقية لعملية دفن السيارة. فبعد كذا نفس الشي يجع عمدت المدينة وأخرج السيارة طبعاً للأمانة وصل للسيارة الصدى تأثرت كثير بعملية الدفن. ما كانت عملية الإغلاق محكمة بالرغم من أنهم استخدموا اسمنت وكمية اسمنت كبيرة جداً لدرجة وقالوا لو حصل أي انفجار نووي فما راح تتأثر السيارة لأنها تحت الأرض بعمل كبير جداً وكذلك الكونكرت والاسمنت اللي كان مبني عليها كان كبير جداً كمية كبيرة جداً ومع ذلك تأثرت فكان الحدث هام جداً فهذه القصة بشكل عام. ننتقل الآن للتمرين وتمرين A تمرين المحادثة لو شفنا راح هنا يقول Choose the correct meaning of each word اختار المعنى لكل كلمة من الكلمات التالية Together يجتمع To come together هذا الإجابة الصحيحة To witness To see an event حتى يشهد Okay Baby pen اللي هو طبعاً ال-hair pen The boss الشعر Absolute اللي هو Outdated طبعاً هذا شيء منتهي أو طبعاً بما معناه قديم جداً هنا الكلمة Valute بمعنى خزنة أو في بعضنا يسميها خزينة أو تجوري كنا نسميها قديمة تجوري اللي هو السيف أوكي فهنا عندي الأخيرة To withstand To resist Or survive طبعاً هنا يبقى يقاوم يكافح فهنا ينجو كذلك جاءت بمعنى ينجو بعد ذلك عندي التمرين اللي يليه B Answer the questions about the reading كذلك أجب عن الأسئلة هذه تتعلق من نصة القراءة What was the purpose of burying the car for 50 years الهدف من دفن هذه السيارة لخمسين سنة Was to show how people lived in Tulsa in 1957 يرون الناس كيف كانوا يعيشون في عام 1957 Why did the organizers include five gallons of gas for the car لماذا المنظمون على عمليات الدفن أو الخطة بشكل عام اللي هو الخطة الكبسولة الزمنية وضعوا خمس جالونات من الغاز أو طبعا اللي هو البنزين ليش حطوا خمس جالونات They included the gas In case the composition engine became absolute طبعا في حال هم كانوا للأمانة الإجابة تتضمن حالتين أنه ممكن تكون السيارة تختفي في ذلك الزمن ممكن ما عاد يستخدمونها انقطاع البنزين في تلك الفترة أو أدم استخدام البنزين والاستعاضة بمصدر طاقة أطهرت إجابات متبقية عشان الوقت بس Are any of the items put in the car obsolete today هل أحد هذه الأدوات يعتبر اليوم طبعا مهمل أو عفا عليه الزمن أو غير موجود The microfilm is obsolete المكروفلم طبعا هذا الشيء غير موجود Who was going to be the winner of the contest من رح يربح المسابقة كان سؤال بسيط اللي هو عدد السكان في تولسا يخمن عددهم طبعا هنا يقولك The winner of the contest was going to be the one who guessed the population of Tulsa in 2007 اللي يحصل عدد السكان أو يقول عدد السكان قريب لعددهم الحقيقي في عام 2007 What was the bad news in 2007 إيش الأخبار السيئة في عام 2007 وما حصل في 2007 Water got into the vault دخل الماء للخزنة الموجودة فيها بعض الأغراض And the car was covered in rust وتغطت السيارة بالصداء والعفن The microfilm for the contest wasn't found وكذلك المكروفلم الصغير ما حصله اللي كان يضمن الأحداث الخاصة بهذه المسابقة طيب بعد كذا ننتقل إلى C complete the sentences about the reading in your own words أكمل الجمل فيما يتعلق بالقطعة بكلماتك كأنت هنا يقول In 50 years time When the car is taken out of the valid people will بعد خمسين سنة ولما السيارة تطلع من المكان اللي هي فيه ماذا سيحصل People will see that Tulsa was like in 1957 ستكون السيارة مشابه لما كانت عليه في عام 1957 If I buy a raffle ticket for the car I might not live long enough to win the prize لو اشتريت تذكرة لمراهنة على السيارة هذه أو الاشتراف المسابقة والتخمين عدد السكان من الممكن أنني لا أكون حي لتلك اللحظة وأربح الجائزة When people open the glove apartment in 2007 سبباً they حينما فتح الناس طبعاً الـ compartment اللي هو الـ gloves compartment اللي هو صندوق القفازات في السيارة في 2007 They will find a women's purse and its contents راح يحصل الناس شنطة نسائية ومحتوياتها هذه هي الإجابة عن هذه الأسئلة لو شفنا الكتاب أو الكتاب التفاعل في عندي هنا discussions مناقشة نشوفها هنا سؤال مناقشة Have you ever read about hidden treasure هل سبق وقرأت عن كنز مخبة When was it hidden and what did people find متى كان متى تم طبعاً تخبئت هذا الكنز وطبعاً متى حصلوه وين وماذا وجد الناس في هذا الكنز المخبة تكلمت لك هنا عن قصة القصة طبعاً هي تتكلم الأمانة قصة حقيقية عن فين هو مليونير وفنان ويعشق الفن خبأ كنز في روكي مامتنز في جبال الروكي في أمريكا وظل الناس يبحثون عن هذا الكنز لمدة عشر سنوات الدليل على هذا الكنز كان عبارة عن يسمونها قصيدة كتب قصيدة حتى يستدل الناس بها عن الكنز ويجدوه طبعاً فيها طبعاً نتكلم الآن عن قصة حقيقية طبعاً توفى بعض الناس في رحلة البحث عن هذا الكنز ما وجدوه بدأ الناس يقلقون من سلفة البحث عن هذا الكنز إنه ما يكون موجود من الأساس ولكن بعد عشر سنوات وجده أحدهم طبعاً طلب إنه ما يعلن عن اسمه ولا يعلن عن جنسيته ولا أي شيء ولا أي تفاصيل فقط إنه وجد الكنز وتواصل مع صاحب الكنز اللي هو المليونير وطلب إنه تكون شخصيته غير معلومة فهذه قصة حقيقية طبعاً هذا رابط القصة عندكم اللي حابي يرجع لها فهذه أحد المواد اللي ممكن يرجع لها الطالب بعد ذلك هننتقل إلى الجزئية التي تليها اللي هي What will be will be writing اللي الكتابة فلو نلاحظ Answer the questions أجب عن الأسئلة التالية موجودة عندك كذلك في الكتاب التفاعلي عفوا اللي هي هذه الجزئية نشوف هنا يقول لك خلينا نصمع ما جابه Read the title قم بقراءة العنوان Who do you think the keeper is من تعتقد حافظ الكنز أو الحاملة Look at the photos منظر للصور الصور التي أمامك هذه الصورتين Where was the treasure hidden أين كانت الكنز مخبأ كل هذه الأسئلة تمت الإجابة عنها هنا أوكي طبعاً هذه يعتبر آخر تمرين عندك في المستند أوكي فنشوف هنا Keeper of hidden treasure حامي الكنز المخبأ أو المخبأ فهذه القصة هنا This is not a fairy tale هذه ليست قصة خيالية Not a scary story وليست قصة رعبة أو قصة مخيفة It is the story of the discovery of 900-year-old treasure off the Korean shore هي قصة اكتشاف كنز له تسعمائة سنة في شواط كوريا هنا A fisherman coat an octopus that had bits of blue pottery attached to its tentacles طبعاً الفيشرمان أو الصياد غطس أو قام بالغوص في أعماق البحر بحث طبعاً عن أسماك أو عن بعض الأمور حتى يبيعها طبعاً في أسواق بحكم أن الصيادين غالباً يكونون من الفئة متوسطة الحال أو أحياناً الفقيرة فأثناء الغوص وجده اختبوت octobus أوكي وعلى هذا الاخطبوت وجد بعض القطع الخزفية أوكي لامعة كانت طبعاً باللون الأزرق اللامع وموجودة على يسمونا طبعاً هنا المجسات مجسات الاخطبوت أوكي At first في البداية He thought they were shells توقع عنها إيش؟ عبارة عن أصداف He coat more octobus and they all had shared attached to their tentacles طبعاً كل الاخطبوتات اللي كانت تطلع من نفس المنطقة نفس هذه البقعة في البحر أو على الشاطئ عفواً في عمق البحر كانت تطلع بنفس القطع هذه الموجودة على مجسات نفس الاخطبوتات كلها موجودة هذه القطع المتشابهة فاستغرب الموضوع Finally He brought up an octobus that had a whole plate coat on its tentacles بعد ذلك وهو يبحث والاخطبوتات تتحرك طبعاً في كل اتجاه هرباً منه طبعاً واعتقاد أنه جاي صيدها أحد هذه الاخطبوتات كان معلق فيه المجسات صحاً كامل صحاً مستدير كامل قطعة كاملة فعرف أنه فيه شيء تحت الماء أوكي That was when he realized that he had made an important discovery في اللحظة هذه طبعاً بعد ما بحث في نفس المكان عرف أنه اكتشاف اكتشاف هام جداً في هذه المنطقة He had heard about shipwrecks with ancient pottery طبعاً سبق تعرفون الغواصين يتبادلون القصص والأسرار والحكاية فسمع أنه فيه حطام سفينة في هذه المنطقة كان فيه عدد من الصوان الخزفية الهام اللي لو تم إخراجها من أعماق البحر راح تسوى ملايين من الدولارات أوكي In the area طبعاً في نفس المنطقة So he contacted the museum as soon as he got back أول ما رجع قام بالتواصل والاتصال على المتحف في تلك المنطقة An urgent underwater exploration led to the discovery of 30 perfect examples of the 12th century balls thanks to the octopus family طبعاً على طول أرسل المتحف مجموعة من الغواصين بشكل مستعجل جداً وطبعاً المستكشفين غاصوا في أعماق المنطقة اللي تكلم عنها هذا الغواص وبالفعل اكتشفوا عدد كبير جداً من الأطباق يتجاوز عددها 30 طبق كلها من القرن الثاني عشر وكل هذا الشكر طبعاً والثنى يعود للاخطبوط العائلة الاخطبوطات التي كانت في تلك المنطقة فهذه القصة تتكلم عن hidden treasure الكنز المخفي أو غير معلومة كانه وبفضل الاخطبوط تمكن هذا الرجل من رؤية هذا الكنز نفس الفكرة هنا عندي لو رجعنا للكتاب راح يقول لك read the title اقرأ العنوان Who do you think the keeper is من تعتقده حامي هذا الكنز طبعاً نحن راح نتكلم عن Octopus Family عائلة الاخطبوط Look at the photos انظر للصور اللي والاخطبوط والغواز Where was the treasure hidden أين كان هذا الكنز مخفي In the deep ocean of the Korean shore في أعماق البحر طبعاً البحر الكوري هنا مكتوب treasure of the Korean shore Read the story and make notes in the boxes قم بقراءة القصة وقم بحل هذا أو تعبئة هذه الفراغات Who found the treasure من اللي لقاه A Korean fisherman صياج كوري Where did he find it أين حصل هذا الكنز أو أين وجده Off near the Korean shore بالقرب من البحر الكوري أو الشواطئ الكورية Who did he found it How did he found it كيف وجده He caught an octopus طبعاً أمسك باخطبوط عليه بعض القطاع وغيره What was the treasure ما هو هذا الكنز 30 perfect 12th century balls اللي هو عدد من الأطباق من القرن الثاني عشر What did he do with it ماذا فعل به طبعاً He contacted the museum سلمه للمتحق وتواصل معهم أوكي فهذا هو التمرين اللي عندي هنا لو رجعنا الآن رح نشوف هنا عندي تمرين هذا هو مكتوب Think of a story about hidden treasure فكر بأي قصة عن كنز مخفي that you have read or heard read or heard سواء قرأتها أو سمعتها Make notes in the chart below and then use your notes to write the story قم بماذا بكتابة ملاحظات نفس الأسئلة نفس الأسئلة هنا أوكي اللي موجودة عندك في الجدول السابق هي موجودة هنا في هذا الجدول وكذلك قم بكتابتها عبارة عن ملاحظات وبعدين اكتب القصة نفسها رح يرجع الطالب لايش؟ رح يرجع الطالب للسؤال اللي هو discussion المناقشة لأن تكلمنا عن الكنز المخفي حليت لكم هذا التمرين كامل هنا وكتبت لكم هذه الملاحظات ممكن يوقف الطالب الفيديو ويكتبها هذه بشكل واضح تمام يوقف الطالب الفيديو يكتب هذه الملاحظات في المربعات أنا تكلمتنا عن نفس الفكرة للأمانة إن شاء الله يكون الخط واضح حاولتني أحسنه بقدر الأمكان بس هذا اللي يطلع معايا ممكن يرجع الطالب للمستند السابق ورح يحصل فيه كامل التفاصيل وممكن يجيب عن هذه الأسئلة إن انترجمتها باللغة العربية وبعد ذلك من خلال النوت يرجع يكتب النص نفسه فهذا ممكن يرجع له يكتب نفسه ورح يكون بإذن الله تكون إجابة إن شاء الله بإذن الله صحيحة هنا عندي writing corner اللي هو زاوية الكتابة أو نصائح حول الكتابة When you write a story you need to think about لما تجي تكتب أي قصة ايش تحتاج؟ ايش لازم تفكر فيه؟ Your audience الجمهور اللي تكتب للقصة Who is reading or listening to the story؟ من اللي يسمع أو يقرأ هذه القصة؟ The people characters بمعنى الشخصيات in the story في قصتك نفسها الشخصيات اللي بنت على القصة Who are they؟ منهم؟ What do they look like؟ كيف أشكالهم؟ What kind of person are they؟ علمنا عنهم حكي لنا عنهم اكتب تفاصيل الشخصيات اللي ذكرتها في قصتك The place or places المكان أو الأماكن Where events take place التي كانت فيها الأحداث أو جرت فيها أحداث قصتك اللي راح تكتبها describe these places قم بوصف هذه الأماكن The events Plot كذلك الأحداث أو ما يسمى بحكة القصة نفسها What happens in your story؟ ما الذي حدث في قصتك؟ Use past verb forms استخدم الأدوات الزمن الماضي أوكي؟ بعد كده يقول لك The time things happened الوقت اللي حصلت فيه الأشياء Which year is your story sitting؟ إش السنة اللي كانت فيها أحداث قصتك؟ What time of day is it؟ حتى الوقت في اليوم كان نهار والليل العصر Which season is it؟ في أي فصل من فصول السنة Use past time كذلك استخدم الزمن الماضي The order of the events ترتيب الأحداث طبعا هذا مهم جدا What happened first Second Third أنت سوى إش اللي حصل أول بعدين الثاني بعدين الثالث وهكذا Use a variety of past tenses to order your events استخدم أشكال الزمن الماضي المختلفة حتى ترتب أحداثك بمعنى ماضي تام ماضي مستمر ماضي بصير وهكذا The beginning and end of the story بداية ونهاية القصة How will you begin your story؟ كيف رح تبدأ قصتك؟ How you will end your story؟ كيف رح تنهيها؟ نجي هنا What do you think causes a reaction؟ إش اللي تعتقد أنه سبب ردة الفعل؟ For example يجي Surprise مفاجأة Suspense إثارة Laughter يعني الشيء عنصر ضاحك أو عنصر Comedy Etc وهكذا What was your reaction to the octopus story؟ ما هي ردة فعلك على قصة الاختبوت؟ فكلمنا عنها فهذه هي بعض الأمور اللي ممكن تعتمد عليه في كتابتك لأي قصة هذه الأمانة كل ما يتعلق بهذه الوحدة أتمنى من الله سبحانه وتعالى أني وفقت في شرحها أسأل الله لي ولكم التوفيق بإذن الله والنجاح رح يتم بإذن الله إرفاق الوحدة الأخيرة في أسرع وقت ممكن وأعتذر للجميع على التأخير كده أكون خلصت والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة